اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما الاقامة فلا بأس على ان بعض الاخوة قال انها بدعة لان الاقامة بمكبر الصوت من المنارة كأنه اقام في المنارة والاقامة للحاضير لكن ارى انه لا بأس بها الاقامة لان قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة يدل على ان الاقامة تسمع من خارج المسجد واما ان تكون كل الصلاة فهذا لا شك انه يؤذي الناس لا سلم في الصلاة الجهرية وقد سمعنا من امن على قراءة المسجد الذي بجواره وسمعنا من ركع لما ركع المسجد الذي بجواره وكل هذا واضح المسجد اشتركوا في القناة